بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم مرة تانية محمد مرعبي يحييكم من ميتحبيب دات كوم النهاردة معنا مع درس صغير وبسيط وسهل في ناس كتير طبعا يعرفوا إنما في ناس برضو كتير ما يعرفوش أو ما يعرفوش بالزبط في ناس كتير بتستعمل الفيسبوك بتحب ترفع صور بتنزل فيديوهات في ناس بتعمل محتاجة أن هي تدور على صور فإحنا النهاردة هنشرح وبطريقة مبسطة وسهلة وسريعة جدا طريقة المسلة للبحث عن الصور في محرك جوجل أو في جوجل سيرش لو رحنا مثلا على جوجل عندنا هوات جوجل بتلاقي فوق عندك هنا شوية مانيوس فوق كده إنما خلينا نروح على جوجل هنا على طول وندور مثلا خلينا ندور على كلمة أو حاجة عايزين ندور عليها ولكن مثلا كلمة باب بضغط بكتب كلمة باب بعمل بعمل سيرش اللي هي على الايكون اللي جنبها ديت بطلع لي حاجات كتير جدا هنا هي عن كلمة باب هنا طبعا أنا بدور على صورة يعني أنا عايز دور على صورة فبعمل إيه بروح هنا على على المانيو هي اللي هي اللي شايفة هنا كده في واب في ايميجز في مابس في شوبينج في فيديوز في مور في سيرش تول أو لو أنت عندك الصفحة بالعربي فتشوف الترجمة المقابلة بضغط على كلمة إيميجز هنا بضغط على كلمة إيميجز بيطلع يحمل لي صور كتير جدا لكلمة باب اللي أنا اللي أنا كتبها إنما في هنا برضو حاجة صغيرة لو أنت شفت كلمة سيرش تولز هنا بعمل سيرش تولز بضغط على سيرش تولز بيطلع لي سب مانيو أو قيمة هنا تانية تحت هنا أول حاجة هنا من الشمال بقول لي إني سايز إني سايز بتبدأ من لارج وميديم يعني كبير متوسط صغير وهكذا لارج أكبر من كذا لو أنت عايز الصور له أكبر من 2 ميجا بيكسل من 4 من 6 من 8 من 10 لحدة 70 ميجا بيكسل نضغط على صورة كبيرة نضغط على صورة كبيرة نضغط على صورة كبيرة أولا بيطلع لي الصور بالحجم الكبير يعني لو أنا ضغط على صورة بلاقي الصورة هنا الحجم بتاعها أولا 1488 باي 1984 هو هنا الحجم بتاعها وطلع لك مور سايز جنبها خليني أفل دي كمان جنب الصورة هنا خليني أعمل any size طلع كله ورا على search tools في هنا any colors لو أنت بتدور على حاجة معينة بcolor معينة يعني أنت مثلا فردا بتدور على باب اللونه أزرق مثلا أو اللونه أخضر فروح على any color وبختار اللون اللي بدور عليه عايز مثلا اللون الأسود مثلا بطلع عليه كل الصور اللي بتحتوي على شكل الباب باللون الأسود أو بالcolor الأسود بختار مثلا بغير تاني أرى غير على اللون ال brown هود بطلع عليه كل الأبواب اللي هي لون brown بروح عنده هنا جنبيها جنب ال colors any type يعني أي نوع هل هو مثلا face يعني شكل رأس إنسان مثلا أو photo أو صورة أو clip art أو line drawing أو animated عفوا أختار طبعا مثلا لو نختار photo مثلا طلع عليه الفوتو هنا هوت لو أنا اخترت مثلا clip art يطلع عليه الصور اللي هي على clip art anytime هل مثلا أي صورة أي وقت أو اللي هي بس التحطط على الإنترنت في آخر 14 ساعة أو الأسبوع اللي فات أو custom range لو أنت عايز تحدد اليوم والتاريخ هنا or results by subject by size يعني بالحجم أو بالنوع أو كذا أو كذا فsearch tool هي دائما بتبقى مستخبية إنما لما تضغط عليها بطلع لك القوائم لو أنت عايز ترجع تاني لأصل السرش بتاعها بتضغط clear بيعمل clear لكل الفيلتر ديت بعمل clear عمل clear لكل الفيلتر تاني لو أنا رحت على search tools وخدت نصاس خدت large مثلا كويس طيب دلوقتي أنت لقيت الصورة طيب بعدين يعني فرضا نحن عايزين صورة مثلا ولا تكون أي صورة مثلا ولا يكون ده طيب أنا عايز أحط ها مثلا على الفيسبوك أو عايز أستعملها عندي في graphic معين بعمله أو في صورة معين بعمله حاجة متنين لما بتعمل right click أو تضغط باليمين على الصورة نفسها مش أي مكان تاني بتضغط على الصورة نفس صورة تعمل right click وبتختار save image as save image as هنا بتختار أهم حاجة تختار الموقع اللي أنت بتحفظ عليه علشان تعرف أنت هتحفظها فين يعني بتختار الموقع علشان لما تروح تدور عليها تلاقيها مثلا طيب أنا بختار أي موقع بعمل save وهكذا الصورة بتكون عندك أو في طريقة تانية لو أنت عندك برنامج معين شغال عليه برنامج جرافيك زي coral draw illustrator photoshop بتعمل إيه بعمل right click أعلى للصورة وبدل معمل save image as بعمل copy image أو بالعربي لو أنت عندك النسخة العربية نسخ الصورة بعمل copy image وروح أفتح برنامج الفور shop وبعمل new document عفوا خليني أنا مليت shortcut لو أنت روحت على file وعملت new لو أنا بعمل new document هنا هي command n و control n بيطلع لي document بحجم الصورة اللي أنا عملت لها copy image فهو بعمل ok يعني نتلاقي هنا الحجم 1400 في 1400 اللي هو حجم الصورة اللي أنا عملت لها copy image ففي Photoshop automatically مدام عملت copy بيطلع لك document بحجم الصورة اللي هي في ذاكرة الكمبيوتر وبعمل ok وبعدين بعمل ctrl v أو command v أو بروح على edit وبعمل paste بيجيب الصورة اللي أنا عملت لها لو أنا شيلت background خالص وهو الصورة لو أنا عايز أشيل حتى background وحص background ثاني بروح على أنا طبعا مش الموضوع مش شرح Photoshop إنما حاجة سريعة كده لو رحت على eraser tour اللي هي magic eraser tour وبدغط على background بيشيل background في الحال هذه لو أنا عملت مثلا new layer بحطه في الخلف بعمل مثلا أي colors عندي الصورة اللي أنا عملت لها copy من google احنا دلوقتي عارفنا إزاي بنعمل search وإزاي بنعمل copy أو حفظ الصورة بضغط على الصورة وإما أعمل save as يعني أحفظها عندي على الكمبيوتر أو copy image وإزاي ما قلت لما بعمل يعني لو أنا خدت صورة كبيرة شوية مثلا مثلا وعملت مثلا right click وعملت copy image لو أنا رحت على الفوتوشاب وعملت control V بيحط هالي هنا في حجم الدوكيمنت الموجودة إنما لو رحت عملت دوكيمنت جديدة بيطلع لي دوكيمنت بنفس الصيز اللي أنا عملتله copy بنفس الصورة اللي أنا عملتله copy الصيز بتاع الحجم بتاع أود فأعمل ok وبعدين بعمل control V أو command V أو بروح على edit وعمل past بيطلع لي الصورة اللي أنا عملت لها copy دي معلومة سريعة وبسيطة عن كيفية البحث السريع عن صورة ونفس الشيء بينطبك على الفيديو لو أنا بدور على فيديو أو بدور على صورة يعني نفس الشيء وشوفنا طريقة حفظها على الكمبيوتر سواء right click ونختار as أو إذا كنت تشغال على طول بعمل copy image وبروح على برنامج اللي عندي سواء Photoshop أو سواء أي برنامج تاني وبعمل control V أو command V أو past from edit manual وبينزل لي الصورة وبعد كده بشتغل عليها أتمنى أن يكون الموضوع في إفادة ليكم أن أعرف أنه فيه ناس كتير يعرفين المعلومة وعشان كده أحبيت أوضح أن فيه حاجات صغيرة ساعة الناس بتحتاجها أشكركم جدا وإن شاء الله نتقابل في درس جديد معكم محمد مرعي مرة ثانية من madehabib.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته